السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة هنعمل فيها مراجعة للجزء الاول من ثلاثية لكن قبل ما نبدأ ياريت اعمل اشتراك في القناة واتفعل الجرس علشاني وصلاة كل جديد ويلا بينا نبدأ حلقتنا. يمكن عالم التومورو فيرس مش هو المفضل بالنسبة لي في انيميشن دي سي. العالم ده كان في افلام كويسة في افلام محشة ولكن بشكل عام ما كانش هو العالم المثالي بالنسبة لي. العالم اللي قبله بتاع الفلاش بوينت كان افضل بكتير. فكان لازم ان انت تنهي العالم ده بشكل كويس. ويمكن من افضل الحاجات اللي عملوها في العالم ده ان الخاتمة بتاعته او القصة اللي بيحكوها قصة ضخمة زي الكرايسيس اون انفنت ارث. حاولوا ان هما يقسموها على كذا فيلم. تقسيم القصة على ثلاث افلام هيفرق جامد جدا. ان كل فيلم كمان مدته ساعة ونص. ولو نفتكر فيلم مثلا زي انجاستس. الفيلم ده كان سيء بسبب ان هما حزفوا حاجات كتيرة جدا من القصة. وده لان الفيلم كان مدته عوالي ساعة وتلت او ساعة ونص. وانت بتحط فيه قصة ضخمة زي قصة انجاستس. فبالتالي الفيلم وقع بشكل بسبب الحاجات الكتير اللي اتحزفت منه. فلو هنتكلم على قصة بالنسبة للجزء الاول فهي قصة معقدة مش قصة سهلة يعني انت في البداية هتبقى مطلغبط ومش فاهم ايه اللي بيحصل. وانا نفسي كنت مطلغبط لكن يعني يمكن قرب النهاية بتاعت الفيلم كده هتبدأ ان انت تفهم الاحداث بشكل كويس. بس يمكن فكرة الانتقال من عالم للتاني دي اخدت وقت اطول شوية كان ممكن تقصر ولكن بشكل عام يعني ما تضايقتش منها قوي. من عناصر القوية جدا في الفيلم وهي حتة الربط. الربط في الاحداث بتاعته مع احداث الافلام التانية. عالم التومورو فيرس بالافلام اللي نزلت في كلها كان في مشكلة كبيرة وهي ان الافلام ما كانتش متربطة مع بعض. يعني هتلاقي مثلا فيلم ذا لونج هالوين في عالم لوحده في حتة الواحدها كده ماروش علاقة بالعالم ككل. ليجين وف سوبر هيروز هتلاقي احداثه بتحصل في المستقبل. فيلم جرين لانترن هتلاقي ان هو بيحصل على كوكب مختلف او في الفضاء. وفيلم جيس السوسايتي هتلاقي ان هو بيحصل في كون مختلف بس في الماضي برضو. يعني في احداث لا علاقة بالماضي. فكل الافلام هتلاقيها في حتة لوحدها. الفيلم ده بقى بيربط لك الاحداث دي كلها مع بعض. ومش بس بيربطها بالاحداث دي. لا ده بيربطها بالعالم اللي قبله كمان. بالحاجات برضو اللي كانت مهمة اهوي هي ظهور جون كرستانتين. ده فهمنا حاجات كتير جدا في الاحداث اللي بتحصل. المشهد بتاع الابطال وهم بيجمعوا الفريق برضو. كان مشهد رائع. كنت نفسي ان انا شوفه في اللايف اكشن. هال جيردون يعني يمكن كنت اتمنى ان هو ينضم للفريق ولكن ده ما حصلش. بالنسبة لهاربينجر ان هي هتبقى سوبر جيرل. طبعا كان مفاجأة بالنسبة لي ولكن من اللي احنا شفناه في نهاية الفيلم والستطاب اللي بيعمله للجزء التاني. اعتقد ان سوبر جيرل هتبقى هي البطلة الرئيسية بتاعة الجزء التاني. ظهور شخصيات كتيرة جدا احنا اول مرة نشوفها في الانيميشن المشترك ده. سواء في الانيميشن ده او اللي قابله. برضو كان من الحاجات المميزة. يمكن فيه شخصيات ما كانش لها دور كبير اوي في القصة ولكن بشكل عام ظهورهم كان شكله حلو. الكرايم سانديكت برضو كان ظهور حلو. يمكن برضو ملهمش دور في القصة كان ممكن اصلا القصة بتاعتهم تتحذف تماما ولكن ظهورهم كان حلو ان انت تشوف النسخة الشريرة من الجاستيس ليج كانت حاجة حلوة وكنت عايزها تفضل مكملة عادي ما كانتش مديقاني خالص بالرغم ان هما زي ما قلتلك ملهمش دور في الاحداث اوي يعني مش هيفرقوا لو انت شلتوهم. القصة كلها طبعا عن باري الان وايروس وست وعلاقتهم ببعض. بنشوف مراحل مختلفة من العلاقة دي سواء وهم لسه بيتعرفوا على بعض او هما متجوزين او هما عواجيز. كان فيه مشاهد درامية ومؤثرة مميزة جدا. لو نتكلم عن الاداء الصوتي بالنسبة لي طبعا مات بومر في دور باري الان كان رائع. وهو ده فلاش الحقيقي. ده فلاش اللي كان المفروض يتعمل في اللايف اكشن. جينسون اكلز في دور باتمان رائع برضو كالعادة. يمكن عاملين الشكل بتاع باتمان او بروس وين بنفس الشكل بتاع بين افلك. بس بالصوت بتاع جينسون اكلز كان مميز جدا. ويمكن دي كانت حاجة مفقودة زي ما قلت قبل كده من بين افلك. ان هو كشكل وافضل واحد عمل الدور وافضل شكل تقريبا لبروس وين زي اللي في الكوميكس والانيميشن. ولكن كان فقط لحتة الشخصية دي او الروح بسبب الصوت بتاعه. الصوت بتاعه مكانش مميز. دارين كريس في دور برضو سوبرمان كان كويس جدا كاداء صوتي. اداني برضو الاحساس بتاع شخصية كلارك وشخصية سوبرمان. اما بالنسبة للرسم والتحريك. لو هنتكلم عن الرسم فانا بصراحة العالم بتاع ككل ما بيعجبنيش الستايل الخاص بالرسم بيه. يعني الستايل اللي بيبقى محاط بالرسمة ده انا ما بحبهش خالص وده يمكن نفس الستايل اللي بيستخدم في مورتال كومبات فهو ستايل بحس كده ان هو رخيص نوعا ما. الستايل اللي قابله طبعا كان افضل بكتير. بس اتفهم ان دي حاجة يعني نوعا ما كان لازم تحصل علشان يفرقوا ما بين العالمين. في نفس الوقت برضو ما كانوش يقدروا ان هما يعملوا ستايل رسم متطور اكتر عن اللي قابله. لان الميزانية طبعا يعني الافلام دي ميزانيتها ضعيفة. فكان صعب او ان هما يعملوا ستايل رسم افضل. اما بالنسبة للتحريك. فالتحريك كان كويس في معظم الفيلم. في بعض اللقاطات التحريك فيها ما كانش افضل حاجة. ولكن لو هنتكلم تحديدا عن مشاهد الاكشن هو ما فيش مشاهد اكشن كتيرة في الفيلم ده. يمكن كان فيه مساوق كتير ولكن من الحاجات اللي كانت مميزة فيه في كل فيلم هي مشاهد الاكشن بتاعته. مشاهد الاكشن بتاعته ما كانتش بتبقى رخيصة لأ كانت بتبقى متصممة بشكل كويس. وفي نفس الوقت التحريك كمان بتاعها كان بيبقى حلوة جدا. في الفيلم ده الحتة دي مفقودة لان زي ما اقول لك مفيش اصلا مشاهد كتال كتيرة لان مفيش عدو معين انت داخل معاه في مواجهة مباشرة. ما كانش فيه غير معركة تقريبا واحدة ما بين الجاستيس ليج وما بين اميزو وليكس لوثر. وكانت معركة مش حلوة خالص بصراحة. اما بالنسبة للموسيقى فالموسيقى كانت جيدة ولكن في نفس الوقت برضو ما كانتش الموسيقى اللي هي انت هتفتكرها اول ما تسمعها يعني تفتكر بها الفيلم. لكن كانت موسيقى كويسة مش هقدر اقول عليها اكتر من كده. وبرضو لظروف انتاجية صعبة جدا ان هم يعملوا الموسيقى اللي هي الملحمية دي. فالفيلم في النهاية قدر يحقق الهدف بتاعه ويعمل سيت اوب كويس للجزء التاني والجزء التالت. ولذلك تقييمي النهائي ليه هو سبعة ومص من عشر. بس كده دي كانت كل حاجة في حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك والشير للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. هشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. سلام.